بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الناد الذي أصدرته الخارجية الأمريكية عن حالة الحريات الدينية في مصر وهذا التقرير نذكر بعض ما فيه يقول التقرير أن أعداد المسيحيين في مصر تراوح ما بين 8% و 12% مؤكدا أن نتركزهم في محافظات الصعيد والإسكندرية والقاهرة وهذه النسبة نسبة مبالغ فيها نسبة كذب بل تقرير فاتيكان يقول أن النسبة 4.5 فقط ولذلك من المكاسب التي أخذها النصارى أنهم يصرحون بذلك مصرحة شنودة لأنهم ليس أقلية هم أحد عنصري الأمة كما أن هناك مسلمين هناك نصارى أحد عنصري الأمة معنى أحد عنصري الأمة يعني لهم مال المسلمين ولذلك في الانتخابات الأخيرة غضب النصارى لأن عدد المرشحين من الحزب الوطني من النصارى لم يكن مساويا لعدد المرشحين من المسلمين كذلك تناول التقرير عدد الشيعة وأنهم يمثلون واحد في المية من سكان مصر وقالوا أيضا أن هناك عدد من اليهود يعيشون في مصر وتكلموا على أن الدستور يكفل حرية المعتقد أمارسة الشعائر وانتقدوا مد في الدستور أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وطلبوا من الحكومة ضرورة السماح بالتبشير للمسيحية بزعم أنه لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك وانتقد أيضا ما قامت به الشرطة من اعتقال أو منظمات أو أفراد تقوم بالتبشير وتردوهم من مصر كذلك طالب التقريب بعدم التقيد في الزواج بالشريعة الإسلامية خاصة زواج المسلمة يعني لا مانع أن تتزواج المسلمة من كافر يريدون هذا كذلك أيضا لا بأس لا تمانع الحكومة من زواج مصريين بديانات وضعية يعني المسلمة تتزواج من بوذي أو مسلمة تتزواج من بوذية لا بأس معروف أن هذا حرام طبعا فالله سبحانه وتعالى قال ولا تنكح المشركات قال ولا تنكح المشركين واستثنى الله عز وجل من هذا النص الكتابيات فقط وأما زواج المسلمة من كافر هذا لا يجوز ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والإسلام يعلو ولا يعلى وإن تزوج نصراني بمسلمة في أرض الإسلام ينتقد عهد ذمته بذلك ويقتل كذلك أيضا انتقد الميراث ولماذا المرأة على النصف في الميراث من الرجل وكذلك أيضا طالبت الحكومة أيضا بأن تتعامل مع المرتدين الذين يتحولون عن الإسلام إلى المسيحية معاملة حسنة وأن تعطيهم جميع حقوقهم في الميراث معلوم أن المرتد يحجب في الميراث ليس له في الميراث نصيب وكذلك أيضا أن يكون لهم سجلات مدنية فكما يكتب في البطاقة المسيحي فيكتب أيضا متحول أو غير ذلك وكذلك طالبت بتعطيل كل الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق واستهجن التقرير أن وزارة التربية والتعليم سمحت بارتداء الطالبات في المرحلتين الإعدادية والثنوية للحجاب بس بشرط قالوا بناء على أمر كتابي من ولي الأمر ده الوزارة حتى الحجاب يعني النقاب ممنوع كمان الحجاب عايزين يمنعوه كذلك أيضا أن المجمع البحوث الإسلامية لابد أن يطبع أي كتب حتى وإن كانت موسيئة للإسلام وبيقولوا أن وزارة الأوقاف المصرية بتصرف على المساجد في حين لا تساهم في تمويل الكنائس المسيحية يطالبون الأوقاف المسلمة اللي هي بأوقاف المسلمين أن هما يبنون بهذه الأموال الكنائس وكذلك أيضا قال إن فيه قرار صادر من وزير الأوقاف بإنه يعطل جميع الزوايا وإن المفروض القرار ده يتنفذ يعني الزوايا اللي هي تحت البيوت دي مفروض تعطل تتأفل يعني فيه مساجد بس الجامعة وهذا لابد أن ينفذ وقالوا إن فيه برامج إسلامية في الإذاعة والتلفزيون في حين إن البرامج المسيحية لا تظهر إلا مرة واحدة وقالوا ضرورة أن يقبل في كلية الأزهر طلاب مسيحيون وبرضو تكلموا عن مسألة إن ليه ما لا يرش حاد كبير من النصارى في قوائم الحزب الوطني برضو إن التقرير أشار إلى إن فعلا إن الحكومة الأمريكية بتدعم الأنشطة العلمانية في البلد مجلة جريدة زي جريدة مصر اليوم دي المشهورة منتشرة دي جريدة دي بأموال أمريكية جريدة دي جريدة علمانية بأموال أمريكية بفوت تقاطع الحاجات دي جرائد دي بفوت تقاطع أنت لما تشتري وده يشتري وده يشتري أنت بتساهم في إنها تنتشر فديت اللي بيمثل صوت أمريكا في البلد هنا مجلة جريدة مصر اليوم لذلك كل زندقة وكفر بينتشرة بيينشرة على الجريدة دي ممكن الجرائد الحكومية ما تجرؤش تنشر ربع الكفر اللي بتنشر عن مصر اليوم كل زندق جمال البنة والولية المجنونة شبه الشيطان دي اللي اسمها اي دي نوال السعداوي ويناس الدغي دي وغيرهم كل دول بيتجابوا بيتكتب بيتنشر لهم انتاجهم على جريدة مصر دي وأيضا دعم منظمات المدنية اللي قال المنظمات دي بقى العلمانية نحفظ الكلمة مما نسمع كلمة مدنية نعرف يعني علمانية فسو ما يقدرش أقول الكلمة دي عارف إن فضل الله إن الشعب دلوقتي فيه اتجاه قوي جدا للالتزام بالدين فما يقدرش يقول لا دين ولا يقول علماني إنما يقول كلمة مثلا مدني المنظمات المدنية إلى آخر ذلك وبرضو إن ما نساش التقرير البهائيين أن البهائيين بوجه تمييز والنصارى كذلك من ضمنها أنه عدم التولي في الوظافة الحكومية بناء وترميم دور العبادة مضايقات للشيعة والقرآنيين والمتحولين للإسلام إلى آخر ذلك تقارير مكتوبة وكلام مكتوب كثير جدا وحزبنا الله ونعم الوكيل التقرير هذا كما ذكرنا ده تدخل دخل وأمريكا هي الشيطان الأكبر وهي الأفعى الذي سبب كل شر على المسلمين في جميع بلاد العالم حزبنا الله ونعم الوكيل وطبعا البلد هنا رفضت بس قالت بشكل مبدأي يعني في احتمال نما ينظروا في هذا الكلام فيما بعد ولا حول ولا قوت إلا بالله طبعا التقرير ده كانت النتيجة إيه؟ رحبت به الكنائس المصرية وبعض المتشيعين وعدد من الجماعة البهائية في مصر رحبوا به ولذلك الأحداث اللي سمعتم عنها أحداث بناء الكنيسة في الطالبية وما ترتب عليها من موجهات مع الأمن وإصابات وكل ده ده نتيجة كواخد ذلك ده نتيجة التقرير ده بسرعة أم ونفذه على طول لأن هم يستقون بأمريكا ويستعدون أمريكا على المسلمين هنا والكلام الغريب اللي أنا سمعته تبعت الكلام ده سمعت كلام غريب جدا وده يرفع إلى من يهموه الأمر وده نقوص خطر يدق لابد أن ينتبه له من بيده الأمر إن كان الأفراد النصر اللي بتكلموا بقولوا بلدنا بلدنا وإحنا بنبني في بلدنا واللي خدوا بلدنا إذن ده مش بقى ده ده اللي بينادي بيه شنودة من أربعة وسبعين ده عملوا من أربعة وسبعين بينادي بجماعة الأمة القبطية مصر المصريين فمش هو بس اللي بيقولي الكلام ده أو هو بيقولي الكلام ده مع نفسه كده لا ده الكلام ده بقى ليه صدى وسطهم معنى ذلك إن الجماعة إن دول ربوا ربوا هؤلاء إن صار على ذاك وإن ده بلدنا وإن ده مصر المصريين وإن إحنا يمنعونا الزادة إحنا بنبني في بلدنا إلى آخر هذه العبارات الخطيرة جدا جدا واللي تدل إن فيه فعلا ده دولة فوق الدولة وإن لم ينتبه المسلمون لذلك ومن يهمهم الأمر ستكون ويلات وهيبقى ده البداية لتقسيم البلد كما قسمت السودان كما كان من قبل تقرير الكونجرس كسينجر إن مصر تتقسم لثلاث دولات ويكون ده المصمر هو المصمر في نعش البلد إنها فيما بعد أن تقسم إلى ما يريدون وحزبنا الله ونعم الوكيل فده أمر خطير جدا 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 ولكن الذي يعني يثلج بعض ما في الصدر هو أن الأمن تصدى لذلك وإن رفعت تقارير أمنية وكأن الناس بكرش تعرف بل كده تقرير أمنية إلى الرئاسة بأن بعض القيادات الكنسية تحرضت الشعب على القيام بذلك يتصور ثلاث تلاف يتجمعوا يتجمعوا منين ويتجمعوا إزاي ومين اللي يجمعهم يتجمعوا في وقت واحد ويروحوا ويضربوا ويعملوا في وقت واحد فرفعوا في النقالات الكنسية هي اللي بتحرض الناس على ذلك فيرجى أن يكون خيرا ولكن كما نقول دائما والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ونقول دائما بأن المؤمن لا يحزن ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ونقول أيضا أننا لابد وأن نستمسك بديننا لا سيما في وقت الفتن ولابد أن ندعو إلى ديننا وأن نعلم الناس أمر دينهم خاصة عقيد الولاء والبراء لأن هذه هي التي تحفظ على هوية المسلمين تحفظ على هوية الأمة وعلى تماسكها وعلى أن لا تخدع وعلى أن لا يخدعها عدوها وهذا أمر من الأهمية بمكان والله المستعين كذلك أيضا أن هذه الأمور لا تحمل المسلمين على التهور فنحن ولله الحمد كمسلمين لنا وجود قوي جدا والصحوة الإسلامية قوية جدا جدا وانتشار التزام الناس والمفاهيم الطيبة بين المسلمين كثيرة جدا جدا لأن الحرب دي واستعار الحرب دي ده دليل واضح جدا على التزام المسلمين بدينهم طول ما تلاقي الحرب بجديد أوي 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 كده تعرف أن في خير كتير أوي 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 لكن لو المسلمين ضايعين وكانوا خلاص ينفزهم خطتهم في الدير وفي الخفاء كما كانوا يفعلونها من قبل لكن كون الالتزام بالدين فرض نفسه وبقت المفاهيم الصحيحة للالتزام بالدين هي المنتشرة بين المسلمين هذا لله الحمد بيجعل أن هؤلاء الناس يفقدون أعصابهم بتبقى الحرب علنية والفضايح والمكتوم بيتكشف وما فيش حاجة دلوقتي بتكتم وإنما كل شيء ينكشف والحرب علنية فكذلك المسلمون يلتزمون بأمر دينهم وليس معنى ذلك أيضا أن المسلمين يفقدون ضواب دعوتهم ضوابط دعواتهم فنحن هنا ضوابط في دعوتنا ولابد من المقياس الصحيح الذي نلتزم مقياس المصالح والمفاسد ولا نأتي بشر على دعوتنا نفقد به دعوتنا وإنما لابد وأن نأمر بالمعروف وأننا ننكر بمعروف ونستبشر وليبقى في صدورنا أمل عظيم بأن العقبة المتقين كما وعد ربنا سبحانه وتعالى وإنه سيكون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب ليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر